السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة معادلات dynamic array الجديدة فيديو رقم 12 احنا بنكمل السلسلة اللي كنا بدأناها من فترة طويلة وتوقفنا فيها ولكن مايكروسوفت تنزلت مجموعة جديدة من المعادلات عشان كده قررنا ان احنا نكمل في السلسلة دي والنهاردة بنشوف الفيديو رقم 12 هنشوف مع بعض ازاي ممكن باستخدام معادلات dynamic array اختار صفوف او اعمدة معينة من داخل جدول وهنشوف تات معادلات جديدة اول واحدة take والتانية drop والتالتة choose column خد بالك ان المعادلات دي واحنا بنسجل للفيديو ده احنا في شهر 4 سنة 2022 المعادلات دي لسه موجودة في البيتا فيرجن الناس اللي عندها office insider بس ولكن بعد فترة قصيرة هتكون متاحة لكل المشتركين في office 365 في الفيديو بتاع النهاردة عندنا جدول موجود في المبيعات اليومية لتلات منتجات وبنعمل عليه update بشكل يومي او بشكل اسبوعي عايز في جدول تاني اختار الاسبوع الاخير لمنتج معين المنتج ده بختاره من drop down menu يعني منتج واحد او اتنين او تلاتة بختارها من drop down وعلى اساسها بيتغير الاسبوع الاخير دايما عندي الاسبوع الاخير في الجدول كل الماضي في يوم يفضل دايما عندي الاسبوع الاخير موجود الاسبوع الاخير في column والاسبوع اللي قبله في column كمان وبعد كده برسم بيهم trend واقدر اقارن بين اخر اسبوعين الاداء بتاعي عمل ازاي ومع تغيير ال product او تغيير ال drop down menu الجدول وال chart بيتغيره معايا كمان لو ضفت column جديد ال drop down menu بتاعتي ممكن تتعدل الاقي عندي اربعة products مش بس تلاتة وكمان ال table يتغير وال chart يتغير لو اختارت المنتج الرابع تعالا مع بعض نروح على ال excel ونشوف هنعمل كده ازاي ده الجدول بتاعي زي ما انت شايف موجود فيه حوالي شهرين من 1 يناير لغاية 26 فبراير تقريبا شهرين كمان ال ready data محطف جدول ده جدول من جداول excel لو روحت على table design هتلاقي اسم الجدول sales underscore t او sales transactions طيب اول خطوة عشان ابني الموضل بتاعي او الجدول بتاعي كنا كنت اعمله محتاج unique list او محتاج listة بالheaders يعني محتاج listة يكون فيها product 1 و 2 و 3 عشان بعد كده اعمل بها validation وعن طريق ال validation ده يبقى عندي drop down menu اختار منها اسم المنتج خد بالك كمان محتاجها تكون dynamic عشان بعد كده لما ازود product جديد يظهر عندي لو حطيت product 4 يظهر عندي كمان في الليستة بتاعتي طب عشان اعمل كده هعمل ايه هروح في الجنب عند الكلام مثلا t وبعدين عايز اعمل reference على الheaders تحت التابل بس ودي حاجة سهلة جدا كل اللي هعمله هكتب equal وبعدين اروح اختار الheaders بس اختار الheaders ازاي هروح اعلم بالسهم على الشمال خالص فوق في اول line اللي في الheaders هتلاقي سهم اسود كده اللي موجود قدامك دلوقتي لو عملت عليك click كتب لك هوق sales underscore t وبعد كده headers ممكن ادوس enter هتلاقي عندك الليستة بتاعت الheaders date وproduct 1 وproduct 2 وproduct 3 طيب لو انا زودت بعد كده column عشان انا مشاور على كل الheaders بتاعت الجدول الليستة دي هتمادد معايا بشكل طبيعي جدا مفيش مشكلة فاضل عندي مشكلتين اول مشكلة انا محتاج الليستة دي تكون نازلة لتحت محتاج ان هي تبص تنزل في الroze مش في الcolum سهلة جدا قبل ال reference انا عملته ده ممكن استخدم function اسمها transpose وtranspose منتهى البساطة محتاجة مني بس array والarray في الحالة دي هي الheaders بتاعت الجدول يبقى مش هحط حاجة تاني هقفر القوس وادوس enter بقت الليستة نازلة معايا لتحت بشكل كويس جدا مفيش مشكلة طيب فاضل مشكلة تانية ان انا مش محتاج كلمة date انا محتاج بس product 1 و2 و3 وبعد كده لو جي 4 و5 و6 وهكذا طب اعمل كده ازاي ده هيكون عن طريق function اللي اسمها drop اول مرة ناخدها function جديدة يبقى انا قبل transpose هروح عند equal وابدأ اكتب drop dro اول اختيار هو drop محتاجة مني array ادي ال array اللي هي خرجة من transpose اللي مشاورة من جواها على sales t headers واخدها بس الheaders وعملانها transpose طيب اول argument ال array مفيش مشكلة طيب ايه هو argument t تعني اعمل كما عايز مني عدد للسطور number of rows طيب تعال انفكر ان المعادلة اسمها drop معناها ايه؟ معناها هتوقع صف من الصفوف ممكن يكون في الاول ممكن يكون في الاخر طيب ازاي توقع صف من الصفوف لو الصف ده في الاول هكتب لها one يعني لو سمحت وقع لي الصف الاول طيب لو عملت لها minus one هتوقع لي الصف الاخير طيب لو حطيت اتنين هتوقع اول صفين طيب minus اتنين هتوقع اخر صفين وهكذا ونفس الكلام في columns بس columns اختياري يعني اعملت كاما سيطلب مني محتاج وقع columns قد ايه؟ ولكن في الحالة بتاعيتنا مش محتاجين انا عندي one column بس في الاراي دي هاي يبقى مش محتاج حاجة من الاختياري طبعا اختياري لانه موجود between two square brackets زي ما انت شايف في screen assistance يبقى انا كده بقول لو سمحت اعمل drop لأول صف في الليستة او في الاراي اللي انا منديها لحضرتك طبعا نقفل كده وندوس enter فعلا ندري product one two three طب قفل كنت عايز اوقع اخر line او اخر سطر يبقى ممكن اعمل minus one بس اوريها لكم minus one وenter ففعلا وقع لي اخر ايه سطر يبقى drop بتشتغل ازاي؟ بقول له drop بديولي الاراي باجي بعد كده في الحتة بتاعت الروز ادي الاراي اهيه في منطقة الروز يعني اما بقول له minus one او minus two او minus three يوقع لي اخر صف او اخر صفين او اخر ثلاثة او اقول له one or two or three فيوقع لي اول او ثاني او ثلاث صف وهكذا فحاعة بتاعتنا هنوقع اول صف هندوس enter يبقى دي الليستة بتاعتي product one و two و three مفيش مشكلة خالص لو بعد كده الجدول الكبر حطينا فيه منتج تاني وثلاث ورابع مفيش مشكلة تماما الخطوة اللي بعد كده ان انا اعمل drop down menu يبقى ممكن ايه مثلا هنا في column H واعمل فيها data validation فحروح على من data ribbon هروح على validation وهاختار من drop down هاختار list والlist هروح اختار زي ما انت شايف كده T4 اللي موجود فيها اول الليستة T4 بس مش هاختار listة كلها لاني بعد كده حط بعديها هاش وطالما عملت هاش هيفام انا محتاج spilled array كلها ال array اللي خرجه من function بتاعت drop هيختارها بالكامل يبقى برضو لو زادت معايا فيها منتج واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يبقى نفس الكلام ال validation بتاعي هيزيد ويتغير وحنجرب الكلام ده مع بعض دلوقتي حالا وتعال ندوس على اوكي وتعال نشوف ال drop down دلوقتي ادي product one two three اقدر اختار one or two or three مفيش مشكلة خالص تعال بقى نزود هنا اي حاجة تعال نزود product four وانتر ادي الليستة بتاعتك كبرت بقى فيها product four بص على drop down بتاعك بقى فيها one two three لغاية four undo ممكن نعمل فرمات سريع للسل دي كده انا جاهز للخطوة التانية ان انا ابدأ ابني الجدول بتاعي الخطوة اللي بعد كده ان انا بس احط الهيدرز وتكون هيدرز سابتة مش محتاج اغير فيها حاجة و ادي هيدرز بتاعتي date و current week و previous week مش محتاج اكتر من كده تماما طيب دلوقتي محتاج بقى اجيب تواريخ اخر سبع ايام موجودين في الجدول ده يعني انا النهاردة ببدأ واحد واحد ال between وعشرين وهي عايز اجيب اخر سبع ايام من ستة وعشرين فبراير وارجع سبع ايام ولما زود اي داتة جديدة يفضل دايما عندي تواريخ اخر سبع ايام احنا شفنا معادلة drop وقلنا انها بتوقع بعض الصفوف او بتوقع بعض الاعمدة يبقى اكيد عكسها take بتختار بعض الصفوف او بعض الاعمدة ياما من اول الجدول ياما من اخر الجدول طب تعالى نجرب مع بعض equals وابدأ اكتب take محتاج برضو قري القري المرة دي هتكون العمود الموجود فيه dates خد بالك انا عايز بس احط تواريخ اخر سبع ايام يبقى حروح اقف على date وزي ما انت شايف حلائق الساهم على لونه اسود لو دوست عليه هيختار الكولوم بالكامل وهيكتب لي sales underscore t واتنين سكوير براكت جواهم كلمة date طيب take عايز اتيك ايه بالزبط لو قلت له واحد او اتنين او تلاتة يبقى ياخد اول صف او تاني صف او تلات صف طب لو عايز من الاخر يبقى حط بالنجاتف انا عايز اخر سبع صفوف يبقى minus سبعة طب لو عملت كاما طالب مني columns لانا مش محتاج columns هو column واحد يبقى حعمل backspace واقفل وادوس enter وادي تواريخ اخر سبع ايام طبعا ده الفورمات general محتاج احوله لdate بس انا مش هعمل كده انا عايز اعملها جوا المعادلة برضو يبقى هستخدم جوا قبل تيك هستخدم الفونجن اسمها تكست ممكن عن طريقها اغير الفورماتين بتاع السل اللي انا واقف عليها وطبعا عشان دي فهيغير الكولوم بالكامل هكتب تكست وزي ما انت شايف الفاليو هتكون جاية من معادلة تيك وبعد كده اعمل كاما وابدأ احط الكود بتاع الفورمات اللي انا عايزه هفتح double code وابدأ احط الفورمات اللي انا محتاجه طب انا محتاج ايه المرة دي محتاج الايام دي دي عشان يكتب لي 0102 لغاية 30 او 31 حسب الشهر وبعد كده بعديها داش وعايز بعد كده الشهر وليكن مسلا عايز الشهر بالحروف فحط ام 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 تلاتة ام وبعد يوم عايز كمان اليوم بس بالحروف مش بالارقام بين قوسين فهفتح قوس وابدأ اكتب دي 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 تلاتة دي واقفل القوس وبعد كده اقفل ال double code وبعد كده اقفل القوس بتاع تكست وادوس انتر فزي ما انت شايف بقى عندي 20 فبراير وبين قوسين ده معناها سندي وهكذا لحد 26 فبراير اللي هو هيكون يوم سابت طب ليه عشان طبعا لو انا ببص بالايام اكيد اليوم الاسبوع هيفرق معايا لو كان ده ويك اند ممكن يكون مختلف عن ايام الاسبوع العادية فعشان كده عملتها بالشكل ده وحطتها جوه المؤادلة بالشكل حالك شوفته طبعا نفكر ازاي ممكن نجيب ال current week او الاسبوع الاخير current week بالنسبة لي هو اخر اسبوع و ال previous week هيبقى الاسبوع الابد الاخير طب ازاي نجيب اخر اسبوع احنا جربناها في ال date ال date مش هيتغير امره سهل طب تعالى نبدأ نجيب ال current week بتاع product 1 وبعد كده نطور الموضوع ونشوف هنعمله ازاي طب هنقول equal take لسه عملنها من شوية وبعد كده هنختار برضو product 1 مفيش مشكلة وبعد كده number of rows minus 7 ونقف الرقوس وندوس enter جابلي الاسبوع الاخير طب بس كده ده بقاش مرتبط خالص بال drop down menu دي انا كده بجيب دايما product 1 وده انا مش عايزه طب تعالى نفكر بشكل مختلف انا بدل ما اجيب بس الكلام اللي موجود هنا اللي هو الكلام بتاع product 1 بس انا عايز اجيب الاسبوع الاخير من الجدول بالكامل يبقى هروح جوة formula bar وامسح اللي between square bracket ده اللي هو product 1 واختار بس sales t كله الجدول بالكامل ودوس enter فعمل ايه جابلي اخر اسبوع من الجدول بالكامل طب لحد هنا كويس لكن انا عايز اختار column محدد من هذا الجدول بناء على الاخترار الموجود هنا وده هنا يجي دور choose column فحاجي قبل take وابدأ اكتب choose column زي ما انت شايف choose cols ده معناها choose columns والقرية المرة دي هتكون الجدول اللي جاي من take اللي جواه اللي هو الجدول اللي قدامنا ده اللي جواه sales t اخر سبع ايام بس وتعالى نشوف الارجوم التاني المطلوب ايه مطلوب مني column 1 وcolumn 2 وcolumn 3 عايز column 1 ويديه رقم يعني column فممكن اقول له مثلا اقول له one هيجيب لي ايه اول column اهو لو قلت له column 2 هيجيب لي الكلام التاني لو قلت له column 3 هيجيب لي الكلام التالت وهكذا طب انا عايز الاختيار ده يكون dynamic عايز يكون بناء على هذا الاختيار طب ايه الحاجة اللي ممكن اعمل بها look up اقدر اماتش ما بين الاختيار اللي موجود هنا والهايدرز اللي موجودة هنا ويرجع لي منها رقم واحد او اتنين او ثلاثة هي فعلا بالزبط هي الفونكشن اللي اسمها match يبقى مكان الاختيار ده هعمل backspace وابدأ اكتب الفونكشن اللي اسمها match وبعد كده هقول له زي انتوا عارفين match طبعا عايز بنيني look up value اللي في الحالة دي هتكون ال value اللي موجودة في ال cell H4 اللي انا هعمل فيها drop down menu وبعد كده هعمل كاما look up array هتكون هي الهيدرز بتاعة ال column بس الهيدرز لوحدها فهختار برضو بالسهم الاسود هختار sales t او sales on score t والهيدرز بتاعتها بس والماتش طيب هيكون zero zero معناها طبعا exact match وبعد كده اقفل القوس بتاع معادلة match وادوس enter جاب لي اللستة بتاعة product 3 اخر اسبوع تعال كده نجرب ربعمائة وستاشر يوم عشرين لغاية ربعمائة سبعة وتلاتين في اخر يوم تعال كده product 3 اهو ننزل تحت يوم عشرين ربعمائة وستاشر ربعمائة سبعة وتلاتين في اخر يوم طب تعال نجرب نغير اللستة كده نقول product 1 بيغير معايا product 2 بيغير معايا لو عملت test هتلاقي الاختيار صحيح مية في المية فاضل بعد كده ان احنا نعمل نفس الكلام لكن هاخد نفس الفنكشن بالزبط هاخترها كلها من جور formula bar control c وcontrol v التعديل الوحيد بدل آآ خليها مينس 14 وتعال نشوف ايه اللي هيحصل هيجيب لي اخر 14 يوم طبعا مش ده بالزبط اللي انا عايزه انا عايز يشيل سبع ايام وبعد كده هياخد سبع ايام يبقى كده ممكن تفكر كده معايا تختار ايه قبل ممكن استخدم ارجع اعمل خد بالك ادي السبع ايام اهم هم هم دول بالزبط ودول السبع اللي قبليهم يبقى لو عرفت من الليستة دي ادروب سبعة يبقى انا كده وصلت لانا عايزه بالزبط يبقى ممكن اقف على اول طبعا خد بالك الديناميك قري موجودة في السل الاولانية بتاعة يعني زي ما انت شايف هنا هو نواقف هنا ادي الفومولا موجودة ممكن اعمل فيها لو قفت على تحتيها الفومولا مكتوبة قدامك لكن جول فومولا بار ممكن اعمل فيها حاجة دمد كده ممكن اعمل فيها حاجة يبقى هرجع على سل الاولانية وقبل تشوز كولوم حبد اكتب دروب ونفس الكلام ايه دي الاري كل الاري دي كل الفونكشن دي مديان الاري دي لقدامك وهرجع في الاخر اعمل قاما واقول له مينس سبعة واقفل القوس وادوس انتر زي ما انت شايف بقى عندي الاسبوع الاخير والاسبوع اللي قبله وحنجرب دلوقتي نزاود ديتا ونشوف ايه اللي هيحصل بس تعالى الاول نعمل فورمات سيلز هعمل بس مجرد بوردرز بسيطة كده وابدأ ارسم التشارت ونشوف ايه اللي هيحصل هختار التابل بالكامل وعلشان ارسم تشارت هروح على انسرت ومن انسرت هروح على حتة بتاعة تشارت وادي اللاين تشارت هختار لين تشارت بسيط كده وممكن احطه تحت بشكل زريف قوي واعمل عليه شوات فورماتين سريع عشان يبقى شكله كويس كده التشارت شكله معقول مش بطال ادي الكرانت ويك بالاحمر والبريفيس ويك باللون الرمادي وادي الايام اللي اختارها فاضل بس ان التشارت تايتل دايما نيعكس الاختيار اللي هنا عشان اعمل كده سهلة جدا هختار التشارت تايتل وانا مختاره اروح على فهم رابار واكتب ايكول واروح اختار السيل بتاعة اتش فور اللي موجود فيها الدروب داون بتاعتي وادوس انتر كده بقى بص على بروكتو لو غيرت على بروكتوان هيغير معاك لو غيرت على بروكتري هيغير معاك اعتقد كويسة قوي فاضل بس ان احنا نجرب نزاوه الديتا ونشوف هتشتغل مع انا لا الشيط الثاني موجود فيها شوية ديتا. زي ما انت شايف عندي ادي بروكت فور. هروح اختاره كنترول سي. وهروح ارجع تاني على الشيط بتاعتي. وانا لازق فيها عشان التابل يحصل له اكسبانشن. كنترول في. كده بقى عندي بروكت فور. تعال نبص على الدروب داون بتاعتنا. بقى فيها بروكت فور. وممكن اختاره ويشتغل معاك عادي. التواريخ ما تغيرتش. لان لسه ما زودتش اسبوع جديد. تعال نرجع على مور ديتا تاني. انا عندي هنا الاسبوع اللي بعد كده من سبعة عشرين لخمسة مارس. كنترول سي. وتعال ننزل على تابل تحت خالص في اول لاين فاضي. كنترول في. وتعال نشوف ايه اللي حصل. الاسبوع بتاعك اتغير من سبعة عشرين فبراير لغاية خمسة مارس. والتشارت كمان اتغير. وزي ما انت شايف بتختار البروكت بالشكل اللي انت عايزه. يبقى انا قدرت عن طريق ان انا استخدم الديناميك جديدة. اعمل سامري زريف جدا. دايما بياخد معا اخر اسبوع. ويحطه في تشارت زريف عشان اقدر اعمل اه تقييم بتاعي اسبوع اه فوق اسبوع او اسبوع على اسبوع. وبكنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة وسيب لي تعليق. واستنى لان لسه هنكمل بقية المعادلات الجديدة اللي نزلت مؤخرا. موجودة لسه في بيتا لكن باكها هتكون متاحة للناس كلها. استنانا عشان تعرف الجديد اللي نزلت في مايكروسوفت تلتمية خمسة وستين. شكرا جدا لوقتك. وشكرا الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.